السلام عليكم معكم مهند من قناة كلكا تي في أهلا بكم بالقناة هورايزون الشخصية الجديدة شخصية الموسم السابع أخيرا وصلت الشخصية خرافية جدا رهيبة في هذا الفيديو رح تكلم عن اسكلات هورايزون ومتى تقدر تستغله الاسكلات ونقاط قوة هورايزون ونقاط ضعفها لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو إذا ممكن اللايك ما بيضرك بشيء لكن أنا يعتبر عندي دعم كبير لتطويق قناة وشارك الفيديو اللي ما عارفك عشان غيرك استفيد بسم الله تدينا لكل شخصية لها ثلاثة سكلات سكلة تاكتكال عند هورايزون اسمه جرافتي لفت ووصفه معناته شخصية هورايزون تعمل غريفتي لفت أو خلينا نسميه إعصار تسحب الشخصيات إلى هذا الإعصار وترفعهم على فوق ولما تخرجهم تخرجهم من فوق طيب كيف تستفيد من هذا الإعصار؟ أول شيء تقدر تطلع فوق تدخل إلى الإعصار وتطلع فوق وتصوب على الأعداء لأنه إذا أنت في الإعصار وفوق فالأعداء يواجهوا صعوبة إنهم يلاقوك وكمان يواجهوا صعوبة إنهم يصوبوا عليك وكمان تقدر تطلع للمناطق المرتفعة تحط الإعصار وتطلع على فوق على طول وإذا أنت مدمج تبدأ تهلث أطلع الإعصار فوق وأقعد تهلث وأنت فوق تراقبة منطقة تشوف الناس تشوف اللي حوالينك فجدا ممتاز هذا الإعصار وكمان إذا أنت تبدأ تعمل لوت ولا ريفايف ولا شيء تقدر تستخدم الإعصار هذا التاكتكال كشيلد على أساس أنه الأعداء ما يعرفوا إيش فيه هنا وراء الإعصار جميل جدا إنه الإعصار حق هورايزون الكولداون حقه جدا بسيط فما بتلحق تنزل من الإعصار إلا يكون بقيه لك ثلاثة ثواني ويرجع سكيلد تاكتكال من جديد وهنا هي الفائدة الحقيقية من سكيلد تاكتكال إنه إذا أنا بلحق واحد أقدر ألحقه بسهولة لأنه الكولداون حق التاكتكال جدا قليل وإذا أنا بلعب سولوف أنا وأهرب من معركة فالهروب حيكون جدا سهل إذا أنا بحورايزون عن أي شخصية ثانية لأنه الكولداون حق سكيلد تاكتكال جدا قصير طب سكيلد الباسيف اللي يعتمد بشكل كبير على سكيلد تاكتكال اسمه Space Walk ووصفه Increase Air Control and Reduce Fall Impacts with Horizon's Custom Space Suit معناته إنه هورايزون لما تكون في الإعصار هذا تتحكم يكون التحكم فيها أقوى أفضل وكمان لما تطيح من الإعصار ما يكون في الرجة لما تنزل الشخصية والميزة الحقيقية الفئية يعني الميزة الجميلة جدا إنه هورايزون هذا كثير ما يعرفوا إنه هورايزون لما تنزل من مرتفع تقدر تزحلق عاكش الشخصيات الثانية لما تكون نازل من مرتفع ما يقدروا يزحلقوا والالتما تسكيل اسمه Black Hole ووصفه Deploy Newt to create a Micro Black Hole that pulls player in toward it معناته يعمل Black Hole ولا Newt ما أدري إش يسموه هذا Newt يعمل Black Hole حاجة سودة في النص يجذب اللي حوالينه اتجاه هذه البقعة السودة أنا سمعت كثير ناس يقولوا إنه الالتما تسكيل حق هورايزون ما هو سكيل حقيقي يعني ما هو فائدة فائدة هورايزون حقيقية في التاكتكال مو في الالتما تحقها لا حتى الالتما تسكيل جدا خرافي حتى الالتما جدا رهيب الشخصية هذه جدا خرافية جدا أنا مرع أعجبتني ممكن هذول اللي تكلموا عنها بسلبية عن الالتما تسكيل بسلبية ممكن عشان ما يعرفوا يستخدموا الالتما تسكيل في المكان المناسب فينا أوقات جميل جدا يستخدم فيها الالتما تسكيل أول شي أنا أبغى أوصف الالتما تسكيل للالتما تسكيل أو الـ Black Hole حق هورايزون لحين شوفي إذا هنا فيه الـ Black Hole موجود قدامي طيب أنا دا حين تركت الكنترولر لقيت نفسي أقرب أبعد ألاقي نفسي يسحبني برضو للبلاك هول أبعد ثاني شوفوا ألاقي نفسي هو اللي يرجعني وانا اللي برجع هو اللي بيرجعني كمان الحلو في البلاك هول الألتميت حقه هورايزون إنه إذا كان موجود ورميت قنبلة عليه القنبلة راح تنجذب لي البلاك هول هذا ما أعرف ليش ما جاء يمكن لأنه في حاجز شوف هذه القنبلة الثانية زبطه دخلت جوة البلاك هول طيب هنا شوف فيه استخدام من استخدام البلاك هول تخيل أنت قاعد في معركة مع واحد ون 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 طيب وزي أنا والدمي هذا طيب هو زبن طيب إذا هو زبن هلثه قليل بيهلث فزبن وراء حاجة وإنت ما تتقرب منه عشان ما يدمجك فأقرأ أسهل حاجة أنك سويله أرميل البلاك هول في منطقة شوية بعيدة عنه فيصير هو أوتوماتيك كذا ينسحب إلى البلاك هول فيصير قدامك وتديه على رأسه وإذا شفت مجموعة كبيرة في منطقة معينة على طول أرميل البلاك هول هناك يعني إذا في ثري سكواز مثلا أرميل البلاك هول هناك الألتميت أرميل الألتميت هناك حتلاقهم كلهم جايين ومتشوشين والشاشة سادة وماهم شايفين حي مظبوط وإنت من بعيد يجيبهم أو إنت عارف أنه هنا البلاك هول وعارف أماكنهم فتجيب كم واحد فيهم هذا يضحك إنت معاك كوستيك في السكواز وحطت التراب في منطقة معينة أرمي الألتميت على هذا التراب حق كوستيك البرميل حق كوستيك فيصير هم يلاقي نفسهم لصقين في البرميل حق كوستيك الآن انتهيت من الكلام عن هورايزون والشرح هورايزون والمقطع الجاي فيها عدة لقطات بسيطة فيها أستخدم سكلات هورايزون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في نهاية الفيديو حبيب أشكرك على المشاهدة وإن شاء الله المحتوى يكون ناسبك الآن لا تنسى اللايك والتعليق على الفيديو والاشتراك بالقناة ودمتم سالمي اشتركوا في القناة